اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات النهاردة هنشوف مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات ان شاء الله يا رب تنون اعجاب حضراتكم طبعا في البداية هنعمل حاجات حلوة احنا في العيد كل سنة وحضراتكم طيبين وحبين نعمل وصفات بسيطة وجميلة مع الشاي طبعا بجانب الحاجات الحلوة اللي احنا دايما بناكلها كحك العيد والبسكويت والحاجات الحلوة اللي عملناها مع بعض لكن ما يمنعش ان في ناس تانية وممكن ما تكلش من ده وتحب تاكل كيكس وحاجات مختلفة خلينا نراعي ونبقى عملنا كل حاجة وكل الأراء اللي تقدمت لنا حطناها في الاعتبار وده علشان نرضي حضراتكم في البداية هنبدأ نقول هنعمل ايه هنعمل النهاردة كيك الجلش اتفقنا انه كيك الجلش من كيكات الخفيفة واللطيفة ولو تبقى عندي بواقي من الجلش انا مش عارفة اعمل بيها ايه وهتنشف الفريزر انا قدر استغلها في كيك حلو هنشوف مع بعض هنبدأ نقول المقدير بتاعتنا وتنطلق صفارة الحكم وبتبدأ وتعلن عن بداية الشوط الاول يلا بينا عندي لكيك الجلش لفة من الجلش وممكن تاخد اقل او اكتر على حسب كمية الجلش او حجم الصينية لحضراتكم هتستخدموها عندي كوباية ونص من اللبن نص كوباية من القشطة 3-4 كوباية من السكر او ممكن تبقى نص كوباية على حسب ما حضراتكم عاوزين 4 بيضات عندي معلقة كبيرة من باكينج باودر فانيليا رشة من الفانيليا ونص كوباية من السمنة المزابة وينفع زبدة لو حابين معلقة كبيرة من الزبدة الطارية وعندي معلقة كبيرة من الكاسترد باودر ومعلقة كبيرة من النشا زبيب او سوداني الشربات شربات بسيط وخفيف مش هنعمل شربات تقيل هنعمل شربات من كوبايتين من السكر كوباية من الميا معلقة من عصر الجلوكوز او العصر الابيض ومعلاقة صغيرة من عصير الليمون وطبعا فاناليا طيب هنبدأ أول حاجة هنعمل حاجات بسيطة جدا احنا المكونات الجفة هنجمعها مع بعض في بولا وهندمج مع بعض المكونات السائلة وهنضربها مع بعض وهنشوف التكنيك بتاع كيك الجلاش هيكون ازاي هي بسيطة جدا فاتبقى عندنا جلاش بقى باقي من رمضان مكان جلاش كنا بنعمله بنشتغل به احنا ان شاء الله مش هنحتاج ان احنا ايه بسم الله بصوا بقى هاخد كده مش شرط تكون ورق كامل ولا يكون ورق حتى لو ناشف لو الجلاش ده ناشف عند حضراتكم هاخد كده الجلاش منه شوية وهاخد كده لصانية اللي انا عايزة اعمل فيها كيك الجلاش هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم احطها هنا وابدأ ورقات الجلاش هكرفشها كده وهعمل كده هاخد الورقات اكرفشها كده وهعمل كده جنبه بعض حتى لو هي زي ما قلت لحضراتكم تكون مش ورقات نعمة او طارية او فرش او متكسرة ايا كان مش ده المهمة في الموضوع حتى لو مش هتجمعوا الورق كده لو هيبقى متكسر بشكل معين مفيش مشكلة خالص اهو بصوا بصوا الشكل اهو هفضل اعمل كده على كل ورقة انا بستخدمها هاخد كده بقية الورقات وابدأ اكرفش فيهم تاني اهو كده كده اهو كده طبعا الخليط بتاع الكاك ده ما بيبقاش فيه نسبة دقيق لانه بيبقى حاجة كده كريمي عامل زي الكريمة بالزبط فبيبقى الموضوع بسيط وجميل وخفيف وبنسقيها من الشربات زي ما ناس كتير قوي بتحب الكاكس بتاعت الرواني اللي هي بيبقى فيها كاك الزبادي يعني بصوا اهي شايفين ورقات كده تدي بقى شكل اللي احنا هنقلبها يعني الكاك دي بتتقلب فبيطلع شكل الجلاش ده من فوق وبيبقى شكله جميل زي ما حضراتكو شايفينه كده طيب هنبدأ بقى نعمل تاني هنا اهو خلاص وناخد ورقة كمان وطبعا دي من الحاجات الجميلة قوي بيطلع مقرمش ورائع بصوا هم فانكش اه بس عامل شكل جميل اهو شايفين انا ببص معاكم تمام تسلم ايديكم اهو خلاص ودي اخر واحدة اهيه احطها هنا وادي الجلاشات الامورة دول والباقي هطبقوا لمرة تانية اقدر استفيد منه في جلاش تاني ان شاء الله انا كده جهست الجزء الاولاني هجيب كده بقى بولة بسم الله هجففها كويس هحط فيها المكونات بتاعتي الجفر اللي هي السكر احنا طبعنا ندوب السكر ده مع البيت بس خلينا الاول ايه نجاهز هنا بولة القشطة ممكن نوش اللبن وممكن تبقى قشطة علب زي ما حضراتكم تحبوا اللي متوفر عندكم خليني اكثر بس البيضة بيضة بيضة عشان احطها هنا ابقى ضمن انها تمام بسم الله اهو طبعا احنا اتفقنا الواحد بسم الله في الصيف لازم يكون حريص في موضوع البيض ده قوي اهو بيضة بيضة كده عشان بس اتطمن انه كله تمام بسم الله طبعا احنا اتفقنا في تنقية البيض لازم تكون البيضة تقيلة اه ما تبقاش خفيفة ده لو احنا لسه بنختار البيض من السوبر ماركت يعني لسه بنشوف البيض اللي هنشتريه اه تكون اه نقرأ تاريخ الصلاحية من عليها او الانتاج بتاعها عشان ده مهم قوي انه ما تبقاش بقالها فترة طويلة اه قولنا البيض لما بتحط بتحط بالجزء البيضاوي اللي هو الرفيع اللي تحت في التلاجة عشان يحافظ على السوائل دايما موجودة بنسبة كبيرة يبقى البيض ده ما بينشفش مننا بشكل واضح طيب هحط دول هنا وايه وخليني بقى ابدأ اخد البيض ده هروح كده على الخلاط انا بس هاسبق حضراتكو هنا بحاجة انا عايزة حط سوداني فهحطه كده بصوا عايزين تجرشوه مفيش مشكلة عايزين تسيبو بيت دي طعم حلو قوي مع الكيك ده بشكل جميل اهو تم واحد السوداني كده حلوة انا عارفة انه ده بتحب الكيك دي اوي صح يا نودي بتحب كيكي جلش انا هاسبها كده نوع من التطعيمة الجميلة للمكونات هحط كده البيض بسم الله بعد ما انا ضمنت انه تمام اهو وخليني بقى اخد طبعا اول حاجة الفانيليا اللي حابب في حضراتكو يطعم مثلا برشة من القرفة مفيش مشكلة انا عندي الفانيليا سايلة بسم الله هحط شوية من الفانيليا سايلة الله انا حط رشة بس من القرفة بتدي طعم كده بس مش هكتر دي بتدي تاست كده مع الكلام الجميل ده بشكل رائع هاخد بقى السمن هنا حضراتكو تقدروا تستخدموا السمنة او الزب زي ما تحبوا انا هستخدم السمنة هحطها هنا وادوبها اوكي اهو ندوب السمنة دي كده شوية اللي عايز يستخدم زبدة مكان السمنة اللي عايز يستخدم زيت مكان الاتنين مفيش اي مشكلة خالص طيب اه عندي معلقة واحدة بس من الزبدة هحطها معاهم واحدة بس ودي لدعم الطعم هاخد السكر بسم الله وهضيفه هنا في الخلاط وخلينا نضرب الخليط ده لأول معضة موسيقى موسيقى عايزة الخليط ده يفتح يفتح لونه شوية موسيقى هابدأ اضيف هنا الزبدة او السمنة المذابة بسم الله موسيقى وهضرات ضربة كمان موسيقى 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 هحط مع معلقة الكاسترد ومعلقة بيكينج باودر زرة ملف علشان اصبط وادعم الطعم المسكر اهو موسيقى موسيقى الرؤاء بس هيبقى ناشف يعني هيطرقو معنا وهو بيسألوني لو عملناها بالرؤاء فكرة حلوة طبعاً خليني اخد القشطة موسيقى موسيقى بس اولاً مش هيدينا الشكل بتاع الجلش لانه مش لين في التعامل الا لو استخدمنا الرؤاء الطري الرفايع بس الرؤاء تقيل تخين يعني سميك لما هتيجوا تسقوها هتبقى حلوة بس هتبقى بقى رمشة مش هتوصل للطراوة اللي زي الكيك ده هنستخدمها خليني انزل دي بالاسباتيولا هنا دي اشتر طبعاً لو في وش اللبن هتبقى جميلة تدعمه بقى كيك رائع كريمي ممتاز وهاخد بقى هنا كده لفة كمان وهبدأ اضيف اللبن من فوق بسم الله الرحمن الرحيم علشان احصل على خليط حل بسم الله موسيقى 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 بسوا بقى الخليط دي بقى كده مفيش دقيق انا حطيت كاستردي ادعب اللون الاصفر الجميل وحطيت ووش القشطة والثمن او الزبدة مع بعض او تقدروا تعملوا بالزيت بسوا بقى نسمي الله بسوا بسم الله طبعاً شايفين الخليط كريمي ازاي اولاً عشان يمتصوا الجلاش كويس وتستوي وتطلع علينا خليط رائع فينا سمك تضيف معلقتين دي انا بصراحة ما بحبش بس يعني برضو الشباب هنا حاولوا يعملوا كده لقوا الفرق ان اخدت شكل كيكي لكن هنا بصوا خفيفة خالص وايه وتلاقوا نفسكوا اما تنسقوها بقى بالشربات هتتبستوا جداً الله على الجمال شايفين الجمال ايه الجمال ده الله الله شايفين ادي شكل الايه بصوا بتتشربوا ازاي نادا الرؤاء مش هيقدر يتشرب كل الموضوع ده هنعمل كده من الجنام اهو هتنفش بقى وتاخد شكل حل ويفضل لو حطيت السوداني ما يكونش محمس قوي يعني يكون يعني نص تحميصة او ناية وانتوا تحمصوا جزء حاجة بسيطة انه يتحمص في الفرن من السخنية بصوا الجمال هتدخل فرن حرارة مية وتمانين على الشبكة في النص مرتفعة مش بعيدة اهو بسم الله هنحطها هنا وانسيبها بقى هتاخد حوالي خمسة وعشر لخمسة وثلاثين على الاكسر دقيقة اكتر من كده اه مش هتاخد طيب انا دلوقتي هعمل الشرباط الشرباط اهو قدام حضرتكم بنحط الاول كمية الماء بسم الله وبعدين كمية السكر كوبيتين السكر اهو خلاص عندي اختياري معلقة الجولوكوز وممكن استغنع عنها لو هي مش يعني ايه مش هحتاجها انا بس ايه عايزة ادعم الشرباط بتاعي اهو نقطة كده معلقة صغيرة او نص معلقة كبيرة ما فيش اي مشكلة خالص كده خلاص تمام وبعدين عصير الليمون عصير الليمون ده مهم جدا اهو بسوك كمان اهو بسم الله اهو اوكي تعالوا بقى انا هسيبه مش هعمل حاجة هرفوه على النار ولا هقلبه ولا هلمسه ولا هاجي جنبه اول ما يبدأ يغلي ويدخل في الغليان ههدي النار واسيبه عشر دقايق ده سوى الشرباط المزبوط على نار هدية بعد العشر دقايق هطفي عليه هضيف اخر حاجة الفاناليا عشان ما حطهاش من الاول وما تمررش هتبقى شرباط رائع وخفيف هسيبه بقى بره يهدى ويبرد تماما ياخد درجة حرارة المطبخ لما تطلع الكيك بتاعتي هاسئي الكيك بتاعتي بالشرباط واعلن الحكم عن انتهاء الشوت الاول هنطلع الاستراحة ونرجع للشوت التاني ونكون استعارتنا الكيك بتاعتنا طلعت اخبارها ايه نستنى حضرتكم